أخوي أبو محمد خليني أمطي رأيي إذا تسمع لي بالمظاهرات بالنسبة إلي أنا كرأي شخصي أي مظاهرات راح تقوم بالعراق صدق بأله ما راح تنجح إذا ما يطلعون من رأسهم شخصين مقتدى واسستاني لأن أي مظاهرة راح تقوم أخي الكريم أبو محمد فقط بمجرد فتوى وحدة من هذول يقول لهم أرجعوا لمكانكم ولبيوتكم راح يرجعون صاغين ومطيعين وكلهم ممنونية زيان فإحنا كشعب عراقي وإنت حضرتك تشوف حاليا خلي ما أريد نقول ثلاثة أرباعة خلي نقول نص الشعب العراقي ما أريد أظلم ولا الخالص بالوقت الحاضر إلما مو للعراق ولا الخالص أنه العقيدة فوق كل شي خلي العراقي يحترق خلي العراقي يروح إلى جهنم بس هم المفتهمين العقيدة بشكل صحيح نقول بالله بيها وجهة نظر بس هم حتى موضوع العقيدة فهمي غلط ما يفتهموه شنو يعني العقيدة وستسئل واحد شنو عقيدتك ما يعرف نعم نعم شنو عقيدة كريم هذه مو عقيدة هذه مو عقيدة هذه قوانين وأسس جاءت بها إيران لتخريب العراق هم دينفذون أوامر إيران مو دينفذون يعني إحنا حرام علينا حرام علينا أنه نقول العقيدة الشيعية العراقية هي نفسها العقيدة اللي إجابيها المحتل واللي جتي بإيران دخلتها لا طبعا لا ماكو أي شبه ماكو أي يعني اختلاف من السماء إلى الأرض ترجمة نانسي قنقر